السؤال الذي دائما يطرح لماذا أصبح حديث الناس كثرة العملية التجميل حتى المراكز أصبحنا نراها بكثرة هذا يدل على ماذا طبعا كثرة عملية التجميل معناتها أنه أصبح العالم صغير فساروا الناس الآن التلفزيون مثلا قريب أصبحت الآن السوشال ميديا أيضا قريب قربت الناس الذي يعمل عملية التجميل في أمريكا تجربته كاملة كلها كاملة تشوفها و أنت في الرياض فأحيانا تأثير العالم الصغير يؤثر على يخلي هذا الشيء سريع وبسرعة وترنت زي ما خلنا نقول حاجة مشهورة و أصبحت حاجة معروفة و أصبحت سهلة فهذا الشيء إذا أصبح العالم صغير مثلا خلنا نقول الآن عندنا عملية أنف تجميل الأنف واحدة عملتها في أمريكا مثلا و أعطتها تجربة كاملة تجي وحدة تشوف أنفها أنه قريب للأنف هذا و تتجرع على الخطوة هذه و أصبحوا الناس مقبلين بشكل مهول إذا قبلوا الناس معنات المحلات فتحت أكثر هذه من نسبة لكثرة المحلات للعمليات التجميل هل يعطي انطباع معين للبلد؟ لا أعتقد لأنه في كل فترة في شيء جديد في شيء حاجة معينة تشتهر على السطح في السابق فيه أشياء اشتهرت ممكن أو طلعت على السطح و انتشرت عند الناس الآن لو سولوا فيها أنا بياك نضحك مثل ما اسمها؟ ألات الخياطة التي انتشرت هذه مثلا هذه انتشرت غريبة كانت لماذا؟ لأنها فترة معينة هل تقول لي تسألني الآن هل هي بتنتهي؟ لا أعتقد قريب أنها ستنتهي بالعكس نحن أنها في الفترة القادمة هي في ازدياد لا زالت في ازدياد و في إقبال من الجنسين كلهم بالفعل حديثنا دائما عن المرأة هل الموضة أثرت في عملية التجميل؟ الموضة ما في شك أنها تؤثر على عملية التجميل الحين فيه قبل فترة قريبة سمعت ممكن الخبر باربي و انتشار الباربي و الأفلام اللي حصلت هذا أثر على الناس أصبحت هيئة باربي تؤثر حتى على يعني مثلا الخدود هذه و الشفاية في حقتها صاروا الناس يقلدون لأن هذه الحين هذه موضة يروحون يتجهون لهذه الموضة بتسألني تقول لي هل اتجاه إلى الموضة هو أمر سليم؟ لا مو بسليم لأن الموضة هذه تنتهي و إذا انتهت الموضة أنت ما تقدر ترجع الشيء اللي سويته أنت مثلا فالواحد لازم يعني يتأنى في مواضيع التجميل خصوصا في وجهه و في الجسم و الأشياء لا يقدم على هذه الخطوة إلا هو متأكد أنه راح أكسب أكثر مما أخسر بالفعل هذه نقطة ضروري لأننا نركز عليها هل فعل أنا بعد العملية أكسب أم لا هي موضة فقط؟ هذا المهم لأن في الغالب